أذكر أن والدي رأاني يوم من الأيام وأنا قد لبست القميس والبنطلون وتأبطت كتباً إنجليزية وذاهب أمامه هكذا وهو يقرأ ورده في وقت الضحى فناداني أتيت مني فجر أين ذهب؟ وما هذا؟ قلت أذهب أتعلم عندي درس إنجليزي في مدرسة خاصة يعني مقوية إنجليزية أنا صغير في ذلك فما قال لي شيء أترك هذا ولا بس هو قال لي شوف أنت الآن تراني في هذا المسجد وحول المسجد حوالي خمسة عشر دكان ولا شيء وأيضاً فيلة كبيرة للوالد وكذا يعني قال هذا كله لمن؟ فأنا لكم يعني قال أنا تحصلت علي بالإنجليزي؟ أنا ما أعرف إنجليزي فهين تريد الدنيا؟ عليك بالقرآن تريد أن يوسع الله عليك في الدنيا قبل الآخر؟ عليك بالقرآن وتريد الآخر عليك بالقرآن وهذا هو التفسير في قول الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعاً بصيراً وما يعطي الله أحدنا بسبب من الأسباب أقوى من سبب القرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر